الحقيقة برضه قبل ما أتكلم عن لقطة عايزة ورية لحضراتكم ولكن قبل ما أروح لللقطة عايزة أتكلم عن فريق كرة السلة النهاردة أحمد مهيب اللعب اللي نزل في الثواني الأخيرة أو مش في الثواني لا أنا آسف في الجزء الأخير من الثانيتين الأخيرتين أحمد مهيب نزل في آخر ثلاث ثواني في اللقاء خلاص أحمد مهيب ملعبش كتير أثناء المباراة نادي الأهلي بيلاقي نادي الزمالك الغريمين الكبيرين الأهلي بيلعب الزمالك أحمد مهيب ملعبش المباراة كلها أو بلعب أجزاء صغيرة من المباراة ولكن أحمد مهيب نازل علشان يكسب النادي الأهلي أحمد مهيب مش نازل مكشر أحمد مهيب مش نازل إنه هو يعني أنت بتنزلني في الآخر لا أحمد مهيب نازل عايز يعني اتطلب منه حاجة إنه هو يشوت هتتلاعب لعبة معينة وبعدين تجي له الكورة في السلسية يشوت السلسية يجيبها أحمد مهيب عمل اللي مطلوب منه اللي المدرب عايزه ولا نزل مكشر ولا نزل زعلان إن أنا مبلعبش ولا نزل كذا لا خالص هو ده الفرق بالمناسبة دايما في النادي الأهلي ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني أو لعب في النادي الأهلي وأي حد تاني فأحمد مهيب النهاردة كسب النادي الأهلي لأنه المدرب عايز ينزله في الثانية الأخيرة عشان الكرة تفضل تتلعب وتجيل وشوتها سلسية نكسب بالسلسية هو ده الفرق وهو ده الاختلاف الكبير ما بين النادي الأهلي وآي حد تاني ازعل ازعل في الملعب هات الكرة دي الناس كلها هتسقف لك وحنقعد نقول أحمد مهيب أحمد مهيب القضية بقى فس في السلة يعني مجد أفشل قضية في الكرة القدم وأحمد مهيب القضية في السلة يستحق التحية الحقيقة بهذا اللعب الرائع الحقيقة اللي شاط بقولك زي ما بقولك كده الكرة تلعبت تلعبت لعبة معينة في كرة السلة مش عارف أحكيها يعني فهو رحت لحمد في السلسية شاطها سلسية الحكم صفر هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وآي حد تاني كان مهم جدا أن أنا أقول هذا الأمر في كرة السلة وأجستي طبعا عبقري كرة السلة الحقيقة واللي ما بيحبش حد يتكلم عنه يعني دايما لما جبته معنا هنا في البيت الكبير نحتفل به وأنا أحتفي به قال لي أنا يعني إحنا الفرقة النادي الأهلي الفرقة كلها هي اللي بتعمل الشغل ده كله فشكرا لرجال النادي الأهلي النهاردة في هذه المباراة الرائعة الحقيقة وأيضا شكرا لرجال نادي الزمالك على الاستضافة الجميلة اللي كانت هناك ولكن اللي غلط لازم يتحاسب اللي غلط لازم يتحاسب وده أتمنى أن يحصل من اتحاد كرة السلة اللي غلط لازم يتحاسب